وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف قد أجرى أمسي بتكليف من رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا جدد له خلالها التعازية الخالصة باسم الجزائر حكومة وشعبا على إثر الفيضانات المدمرة التي مست ليبيا الشقيقة مخلفة عددا كبيرا من الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين وأكد له بأن الجزائر تتقاسم مع ليبيا آلامها وأحزانها على إثر هذه الفاجعة كما عبر السيد الوزير خلال هذه المكالمة عن استعداد الجزائر التام لمد الأشقاء في ليبيا بكافة أشكال الدعم بغية المساهمة في التخفيف من وطأة هذا المصاب الجلل حيث أكد لرئيس المجلس الرئاسي الليبي أن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الذي يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام تداعية هذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من مآسي قد أسدى تعليماته لسلطات الجزائر المختصة للقيام فورا بإرسال المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا السيد محمد يونس المنفي عن عميق شكره وامتنانه للجزائر عن هذه الهبة التضامنية التي ليست بالغريبة عن الجزائر وقيادتها التي طالما وقفت إلى جانب الشعب الليبي في كل الظروف والأوقات ترسيخا لما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من عرى متينة وأواصر وثيقة للأخوة والتكاثف والتعاون وحسن الجوار